عام دراسي جديد ينطلق في اليمن لتكتمل تسع سنوات على مشارف العشرية السوداء للتعليم الذي طمست معالمه وأفرغ من جوهره ليصبح أداة شعية خمينية بحته عقد زمني كامل بلا تعليم منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 مدارس شبه خالية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية مع بداية العام الجديد أصبحت تعليم ترفاً في عهد الميليشيا الكهنوتية الذراع الإيرانية التي أشعلت حرباً شعواء على اليمنيين وضعت التعليم والمدارس هدفاً أولاً على قائمة أهدافها التخريبية حيث استهدفت بالقصف والتدمير آلاف المدارس وحولت آلاف المدارس الأخرى إلى ثقنات ومعسكرات تحشيد وتعبئة وتجنيد طادت عشرات الآلاف من الأطفال من داخل فصول الدراثة إلى جبهات القتال ومنها إلى المقابر التي ازدهرت في زمن الميليشيا على حساب المدارس بدرجة رئيسية وبنهبها لموارد الدولة ورواتب القطاع العام صنعت الميليشيا أكبر أزمة إنسانية في العالم ضحاياها ملايين اليمنيين في طريعتهم المعلمون ممن نهبت الميليشيا رواتبهم حتى اليوم نهب جائر للمرتبات وإرغام عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب وهو ما أدى حالياً إلى إضرابات للمدارس واحتجاجات للمعلمين أثارت لأول مرة توجس الميليشيا عشر سنوات من الإرهاب والهوس العنصرية قادت إلى ضياع جيل بأكمله حوثنة للمناهج وعسكرة للمدارس ونشر للتشيع الخمينية ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 تواصل الميليشيا مخططها بعنجهية لا مثيل لها ومزيد من الممارسات لعسكرة التعليم وتجنيده وتحريف المناهج وتلويث لعقول الطلاب بأفكار عنصرية وحقد أعمى يضع الجيل بأكمله على طريق الموت ويحول دور العملية التعليمية إلى مجرد مراكز لتجنيد الأطفال ونقاط تحشيداً للمزيد من المجندين من أجل بسط نفوذ إيران في اليمن والمنطقة